استقبال العينات دراستها وتصنفها هي مهمة هذا الفوج وآخرين بهذا المركز الذي يسعى إلى انتقاء بذور ذات نوعية وجودة عالية من بين 20 ألف عينات موسميا بعد مرقبة العينات الخاضعة نقوم بتشكيل عينات عمل تعبيع 20 غرام لبصدد تحليل الفيزيائي أي التحليل الكمي والتحليل العددي وبعدها نقوم بعملية الانتاج للبذور والهدف منه تعيين نسبة مئوية لنباتة العادية بمعايير دولية وتقنيات حديثة يعتمدها المركز في عملية التصديق على البذور لتظفي قيمة أكثر للمنتجات النباتية والفلاحية أردنا في موسم الحرط والبذر عندنا مرحلة نقوم بها على مستوى الحقل ومرحلة نقوم بها في المخبر فيما يخص تحليل المخبرية فإنها تقام حسب المعايير الدولية وهذا لتقديم للمكثمين بذور ذات نوعية جيدة مركز الوطني لملاقبة البذور والشتائل يقوم بتجارب لمرافقة هذه الأصناف متحصل عليها وهذه التجارب هي تجارب رسمية لتسجيل هذه الأصناف المتحصل عليها في الفهرس الرسمي الجزائري وهذه الأصناف يجب أن تكون متميزة متجانسة ومستقرة عبر السنوات كما أنها يجب أن تقدم قيمة زراعية وتكنولوجيا عالية وجيدة وبقاومة للأمراض تعزيز الأمن الغدائي في الجزائر من خلال التنمية المستدامة للإنتاج الزراعي من شأنه تشجيع الإنتاج المحلي وضمان المردودية والنوعية